والنهارده آخر حلقة في شابتر 2 هرمونال كوردينيشن عندنا مجموعة من الجلانز أول مجموعة اسمها السكس جلانز أو الجوندز والمجموعة التانية جاسترو انتستنال جلانز تعالا نشوف مع بعض السكس جلانز أو الجوندز إيه الهرمونز اللي are secreted from the ovaries and testes سكس جلانز أو جوندز in human include testes in male and ovary in female الفونكشن أو الوظائف الخاصة بيه الجوندز أو السكس جلانز هتكون formation of male gametes يعني تكوين الجامetes الخاصة بالميل والجامetes الخاصة بالفيميل طبعا الجامetes الخاصة بالميل sperm والجامetes الخاصة بالفيميل الova وده بيكون المين فونكشن الوظيفة الأساسية the secretion of group of sex hormones إفراز مجموعة من الهرمونات الجنسية هنشوف مع بعض بداية عندنا السكس male hormones بتعرف بي أو are named by andro genes والandro genes في عندنا تو تايبز التوستوستيرون والاندروستيرون site of secretion موقع الإفراز بيكون interstitial cells interstitial cells هي group of cells are present between seminiferous tubules يعني خلايا موجودة ما بين الانيببات الخاصة بالتستس الفونكشن مسؤولة عن growth of prostate gland والtwo seminal vesicles وappearance of male secondary sex characters طيب قبل ما ندخل على الفيميل سكس هرمونس تعال نعمل brief للمعلومات اللي احنا خرناها بدأنا بالسكس جلانس وقلنا مبدئيا الوظيفة الأساسية هي إنتاج أو produce الجامetes عندي الميل جامetes sperm في ميل جامetes الأوبا كمان هي وظيفتها secret sex hormones الهرمونات الخاصة بالجنس سواء كان خاصة بالميل أو الفيميل ترجمة نانسي قنقر